السلام عليكم معكم وليد إبراهيم مشطة كلية التصالات الرياض اليوم درسنا مصادر مفتوحة نتكلم عن منضوع سكواد بروكسي سيرفر طبعا سكواد بروكسي تقدر من خلاله تحجب على يوزر المتصفحات أو متصفح واحد ممكن تقدر تحجب على جميع المتصفحات الميوزرات حتى ممكن تسوي بروكسي وما يشتغل الإنترنت إلا في أوقات محددة فأيام محددة فحتى نبدأ عشان ما يطول الشرح خلوه نبدأ بسم الله نفتح الدوكومنت ونبدأ خطوة خطوة سكواد بروكسي سيرفر طبعا في البداية يقول لك هنا حمل لباكج السكواد نرجع نفتح الفينوير اللي هو فيموير سيرفر اللي هو بنتو سيرفر ونحمل نسخة ويندوز 10 نجرب عليها البروكسي طب الحين نبدأ بسم الله اليوزر cti root فتح معي clear ليش أسوي clear عشان أركز على الcommand اللي أدخله أنا أول أمر أسوي fconfig تتأكد من كرت الشبكة عنوان الـ IP وهذا مهم جدا هذا عنوان الـ IP السيرفر 192 احفظوا عندكم تمام أو أنا بحفظوا عندي مو عندي كل واحد على حسب الشبكة اللي متصل فيها طيب أنا سجلته عندي الآن في النوت ونرجع نسوي clear وندخل على update sodo apt update enter بعدين الـ password خلاص نزلنا الـ update نفس الأمر apt-move-update مسافة وتقول له أو خلونا نسوي clear عشان قلنا اتفقنا أنا نركز على الcommand يقول لنا نحمل الباكج sodo apt-install squad enter هذي مشكلة دائم تظهر ليش تظهر مو متصل بالكرت بشكل صحيح عادي حلها شه سهل جدا على نفس السيرفر right click power أول شي تأكد إنها بحاطة bridge للكرت الشبكة بين power بعدين receipt الآن بيسوي receipt بيشتغل وبيمسك مع الشبكة زي الحلاوة بسم الله cti root تمام clear ونفذ الأمر الآن sodo apt-install إذا طلب password معناش يتغل الأمر على طول install squad أو squad enter طلب الـ password root خلاص الآن يحمل باكج سكوات يعتمد على صورة الإنترنت يقولك يضغط no أو yes حرف ال-N أو ال-Y طبعا yes ونحمل الباكج هدا باكج سكوات على البال ما يحمل نستعرض ال-PDF بعد ما نحمل الباكج يقول عطني configuration ونفذ لي الأوامر هذي عادي جدا إنت مخير إما أن تنفذ الأمر بشكل كامل وهذا طبيعي أو إنك تدخل على ال-CD وتدخل على المسار هذا ثم تنفذ الأمر sodo وتنفذ هالأوامر في كلتا الحالتين إنت مخير تقدر تنفذ هنا وهنا طيب خلونا نرجع الآن ويكون حمل يحمل clear خلاص الآن وش نسوي sodo تمام ونقول له عفوا مو سodo cd etic squad ls عندنا الآن ملف اسمه squad config وهو هنا في ال-PDF طالب الأمر أنه يكون عندنا برضو original عشان نعطيه صلاحية هنا فأنا قلت تفقنا أنه يأن نفذ الأمر كامل أو ننفذه بالطريقة الأولى اللي أنا دخلت فيها اللي هو هنا squad و ls واستعرض الملفات فأنا داخل مسار ال-squad رح أنفذ الأمر التالي sodo cb تمام squad config بعدين 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 ونقص المسافة original تمام انتر الآن سوي ال-s طلعوا معنا الآن squad config original شايفينه اللي هو طالبه معنا اللي هو طالبه في الأمر هناك خلص الآن يقول عطني صلاحية على squad config original الامر سهل sodo بعدين نقول له آآ خلونا أتذكر الأمر اللي هو آآ نقطة original enter خدث صلاحية خلص خلصنا ال-command الأول نرجع لل-pdf خلصنا هذا ال-command نروح لهنا تغير البورت يقول لك هنا غير البورت من 3128 إلى 4 ثمانيات تدرون عملية البحث دايم في ال-vim صعبة صعبة جدا وحساسة الآن وش أسوي عشان أدخل على ال-vim أكتب هنا سودو vim squad config enter رح يدخلني على صفحة كلها أوامر وحساسة جدا أول أمر تسوي تمام أول أمر تسوي كنترول حرف شفت حرف الكاف في الكيبورد وتحط عملية set number شوفوها تحت تظهر الأرقام هذا أول خطوة نسويها الخطوة الثانية هل عم تلقي اسم المائلة تحت وتحط الرقم ثلاثة واحد اثنين فعل الرقم تمام تحط له ثلاثة واحد كم قال لنا هنا كم قال هنا اللي هو ثلاثة واحد اثنين ثمانية خذ العبارة هذه وبدل بدلها بالرقم دا رح يوصلك للمسار مباشرة تمام رقبه معي أمسح هذه بعد نقوله اش تي تي بي تمام شرطة تحت بورت مسافة ثلاثة واحد شوفو الصل المباشرة بعدين انتر خلص اضغط انسرت في الكيبورد عملية التفاعل عملية التعديل بعدين اربعة ثمانيات بل هاش احض دروب داون ودروب واخذ من وقتي لا بالطريقة هذه أسرع وأسهل بعدين بعد متعدل اربعة ثمانيات انسرت مرة ثانية راح تطلع كلمة replace بعدين اضغط skip نروح للكلمة الثانية نرجع للPDF خلصنا من هذا وخلصنا من هذا نيجي الان لل visible host name ويزي حد يعرف ليش كاتب ويزي ايش معنى ويزي هذا يوزر ممكن يجي وليد اسمي ممكن يجي ويزي يمكن يجي احمد محمد بس فيه تركة بسيطة لازم تعرفونها لما تسوي بروكسي وتبلك موقع معين انت تبلكه على مستوى اليوزر فلازم ترجع هنا الله يأتيك العافية وتروح هنا لل الويندوز العادي وتشوف المستخدم مش اسمه cti فانا لازم اعدل هنا متغير هذا فلازم احط cti عشان لو جيت اطبق البروكسي على نهل اليوزر يطبق بالشكل الصحيح اتمنى انه وضحت معكم لانه قائل لك هنا اتشانجة فيزيبل هوست نيم بس يقول تأكد ان الكمبيوتر عندك الهوست نيم عليه نفسه ويزي فانا بحط cti cti احط وليد وليد لازم يكون يطابق فيلا بسم الله نبدأ ناخذ الاسم فيزيبل هوست نيم خلونا نرجع نفس الطريقة للسيرفر تمام ونقول اه شرط تقسيم ونقول هنا فيزيبل شرطه تحت هوست نيم هوست نيم اه لو حذفنا اي هنا خلاص فيزيبل هوست طيب شايفين عندنا ثلاث عبارات هنا هذه الأولة هذه الثانية وهذه الثالثة احنا وين نكتب يقولك if you want to present the special host name تمام فاحنا نكتب هنا شايفين العبارات هذه لا هذه ما نبغى هنبغى هنا فنفعل العملية نضغط insert في الكيبورد يتفعل عندنا عملية التعديل من آخر الكلمة تضغط enter وتكتب الكلمة feasible تمام شرطة تحت اللي هو host name مسافة واتفقنا بدل ما نكتب بيزي نكتب cti بعدين نضغط insert مرة ثانية و skip عدلنا خلص خلصنا الإجراء هذا نروح للملف ال pdf وتعال يا pdf عدلنا هذا وخلصنا منه نروح هنا ال access list دخلنا الآن في موضوع ال access list طيب ال access list كيف نطبقه نفس الطريقة نطبق ال access list في عبارة تكتبها رح يوصلك على ال access list مباشرة لا تبحث ولا توجع رأسك اللي هي اسمها access list local net الآن بعلمكم إياها اللي هو نرجع للفيرشول الفيرشول أيوة ونفس العبارة تقسيم تحت شوفوها ظهرة عندكم تحت علامة القسمة ونكتب access list مسافة local تمام اتفقنا إنها local net وصلنا عليها هذا الحبايب كلهم access list local net هذولو كلهم هنا انت تاخد من آخر سطر هنا ال connect تفعل insert بعدين enter وتآن تطبق ال access list اللي هي طالبها منك وين ال access list في ال pdf ليه هذه بس هنا حط لك IP افتراضي انت تحط ال IP اللي تفقنا عليه سجلناه اللي هو IP للشبكة اللي عندي على السيرفر فراح اكتب له الأمر هذولو يقول لك FortQ هذي اسم الكرت الشبكة عنده انت لا تتنظر على هذا انت تبدل ما تكتب هذه تكتب my network فترجي هنا في ال access list تقول له access list مسافة my شرطة تحت network تمام my network مسافة src مسافة حط ال IP 192 198 عنوان شبكة 80 24 كرت الشبكة اللي عندي انا ما اخذ الان هذا خلصنا خلصنا نرجع على ال pdf باقي معنا هنا شغل كتير مرة خلصنا من هنا ارجع هنا يقول http access عطيني access على نفس كرت الشبكة اللي انا اللي انا عدلته هنا تمام ففي عبارة برضو في ال access list نطبقها تمام عشان نوصل مباشرة للرقم اريح دماغي فانا هنا عدلت تمام اسوي insert اطلع replace skip وضعت كسمة واكتب اه اللي هو العبارة اللي هو كاتبها لي http شرطه تحت access accesses مسافة deny راح وصلني على طول للسطر اللي انا احتاجه هنا في اخر كلمة هنا deny فوق هنا يقول لك اكتبها هنا فوق فوق الاوامر هذي لو رجعنا ال pdf يقول لك اكتب اكتبها فوق اعلى وحدة هي تكتب الامر اللي هو هنا اللي هو هذا http access my network تروح هنا في السطر اللي هو واحد واحد ستة خمسة فاضي شوفه جاهز تكتب هنا http خلونا فعل insert ايو insert بعدين اقول اتش تي تي بي شرطة تحت اا اللي هو accesses مسافة allow my شرطة تحت network انتفقنا خلاص خلصنا الان ال pdf وصلنا الخطوة اللي هنا خلصناها اا يقول لك هنا في الامر الباقي الثاني طبق ل access list على ال ip هذا وطبق لي الساعات والايام حدد لي انه يشتغل من الايام الفلانية والساعات الفلانية محدد لي هو الساعة هنا محدد للايام وين ارجع ارجع لل access list لهو سطر ال access list ارجع هنا واضغط واضغط مرة ثانية يجين replace وزوي escape عشان ما اعدي لاي شي ثاني ويضرب عندي النظام فاقول له شرطة قسم فاكتب عبارة local net يوصلني على طول ال access local net وصلني الها هنا فوق هنا access list اللاو وهنا ولا هنا دقيقة لا هذا ميل access list نضغط مرة ثانية علامة القسمة ونكتب اللي هو الكلمة آآ access list تمام بعدين local net ايوة local net شوفوها تحت انا كاتبها enter اول ما اشوف السطر اسوي enter فا اطبق الامرين الثانية اللي هو معطيني هو اياها اجي من اخر سطر هنا اربع اله هنا اخر اسوي insert enter واضيف الامرين اللي طلبني اياها اللي هي هذا وهذا اضيف اجي اقول له كده فادي اقول له بي بي اي زد تمام او عفوا access list بي اي زد شرطه تحت network تمام مسافة src مسافة وتحط العنوان الشبكة اللي اعطاك اياه لو 10 1 اثنين وربعين صفر سلاش 24 انتر مرة ثانية وتقول له access list الان بندخل موضوع الساعات والايام بي اي زد شرطه تحت اورس لو ساعات تايم وحط الايام الان saturday مسافة monday مسافة tuesday مسافة tuesday بعدين wednesday ثursday ثursday بعدين friday مسافة 9 نقطة فوق بعض صفرين له الساعة 9 الصباح الى شرطة الى الساعة 5 المغرب تمام خلصنا الان جزئية هذه اتفقنا نضغط insert مرة ثانية و skip نرجع للملف ال pdf خلصنا هذه الحمد لله وصلنا الى المرحلة هنا the access allow peace network طيب هذه هنا العبارة هذه ترونها نفس هذه هنا فلازم نكتبها على نفس السطر لا نكتبها تحت الاسطر هذه ما رح يقراها لازم يكون في نفس المعنى فاتفقنا ان عشان نوصل للسطر هذه ادخل اله ادخل اله ارجع للعبارة اللي هي اسمها access deny يوصلك للسطر مباشرة ارجع للسيرفر الشرطة تحت عشان ابدأ عملة البحث بكتب http شرطة تحت access deny خلاص جاني الان ارجع من هنا اخر كلمة 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 هذه اله network insert مسافة مو مسافة سهم بعدين اكتب العبارة اللي طلبها مني وش العبارة اللي هي العبارة خلونا نرجع ال pdf حتى ما نطلع برا النص ايه تسوي تفعيل تسوي قبول allow لل network حق بي اي زد ولا اوس ساعات فنقول له هنا http شرطة تحت access لا اس ما في http access بعدين تقول allow وتعطيه الان البي هو access allow bi z شرطة تحت network مسافة bi z hours شرطة hours خلصنا من الامر اللي هو اللي اعطانا الحين خلاص ننزل لبعده نفس الشي هذا خلصنا الآن يقول سويلي رستارت للسيرفس بعد ما طبقنا هذي سوي رستارت للسيرفس لازم بعد كل تعديل لازم سوي رستارت للسيرفس نرجع هنا ونقول لو insert مرة ثانية طلعنا عبارة replace skip مرة هذي الآن تسوي ctrl c نقطتين فوق بعض شفوها تحت wq enter يقول لك الآن سوي لي رستارت للسيرفس الهو الامر رستارت تقول له sudo system ctl restart squad server squad surface enter ننتظر شوي ليني يعطي يكتمل الامر واتوقع هذه المرحلة الأخيرة في الأوامر هذه المرحلة الأخيرة طيب على لبال ما يكتمل عملية القراءة نرجع هنا للوندوز ونتأكد إنه في bing ما بين السيرفر وما بين windows client لازم يكون في bing بين هم ما في bing ما رح تم العملية طيب نروحينا ثمانية windows نروح إعدادات من إعدادات نروح كرت الشبكة هنا من الشبكة نروح بروكسي من بروكسي ننزل تحت هذا البروكسي نقفل وانا تمام خلوني الآن أرجع أفعل البروكسي وأدخل عنوان السيرفر 192 168 8 198 8 189 البروكسي اتفقنا على أنه 888 888 يفترض الآن بعد ما أدخل البروكسي يشتغل النت إذا ما يشتغل معناته عندي أنا مشكلة فنسوي save have ننزل هذه نقفل المتصفح close نفتح المتصفح مرة ثانية عشان يكون شغلنا تمام شوف وشي قل لك الآن لا لا ما نبغى default بسم الله google إذا فتح google معناه شغلنا تمام البروكسي شغال enter يا سلام فتح معي زي العسل خلوني أعدل أحط 3 1 7 2 اللي هو الموجود بالPDF save هل يقرأ ولا لا هنرجع ما قرأ معناته أعداداتنا 100% سليمة 8 8 8 8 طيب خلص كذا أتوقع هذه آخر مرحلة لكن في شغلة عندي في بالي بطبقها وين الPDF خلصنا كذا خلصنا خلص هذا آخر مرحلة طيب تسمحوا لي الآن عندي عددات بسيطة أنا عندي موقع فلان يهو مثلا أو أي موقع بسوي بلوك على اليوزر هذا فويش أسوي الحين أدخل على العدادات تمام وسوي عملية البحث اللي هو HTTP شرطة تحت ACCESS تمام deny فنجي هنا نضغط insert عشان نفعل عملية التعديل نكتب هنا enter HTTP accesses تقول له كذا blockade blockade شرطة تحت web sites تمام خلاص تسوي بعدين insert مرة ثانية skip وتبحث على اللي هو اتفقنا access list local net أيوة وتجي تحت في السطر هنا تجي للسطر هنا في آخر سطر هنا insert عشان فعل التعديل ونقل له access list blockade web sites مسافة ونقل له هذه العبارة مهم احفظها اللي هو di or dst domain كانوا destination domain مسافة نقطة مو نجمة نقطة نقول yahoo yahoo dot com ونجرب الآن نسوي ctrl c نقطتين فوق بعض تمام ونقول نقطتين فوق بعض ونقول wq لازم clear وتسوي start للسيرفس يفترض الآن الإجراء اللي طبقته أنا إن موقع yahoo اللي بدخل هنا أو yahoo أو مكتوب هو مكتوب حاليا yahoo dot com يفترض طلع لي عبارة مكتوب على أنه block محجوب عليك الموقع باقي المواقع تشتغل أما yahoo محجوب عندك خلوها تشتغل السيرفس بس خلوها نجرب google أنا عدلت البروكسي ولا لا أي عدلت البروكسي أي ممتاز اشتغل طيب يلا نجرب بسم الله إذا اشتغل الأمر معناته فيه إشكالية بالإميج عندي أنا حاولت واشتغلت مع image وإميج لا dot com بسم الله آجل فيه مشكلة عندي بالإميج أنا طبقتها على جهاز ثاني واشتغلت معي تمام ما فيها أي إشكالية لازم يكون يكون في عندنا لو طبقنا الإجراء اللي هو السكواد هذا اللي هو نسوي block website أو نسيت صح نسيت نسيت عذرا عذرا لازم أعطيه deny لازم أعطيه deny فأضغط search واكتب هنا اللي هو العبارة http accesses اللي هو العبارة enter ونروح هنا لازم أنا حاط هنا allow ونسيت تحت deny وهذا خطأ insert بعدين deny يا سلام يفترض الآن يبلك عندي الهتم اله يه WQ enter start للسير فرس يفترض الآن يبلك خلونا نشوف البروكسي أنا معدل البروكسي صح network proxy شغال اي تمام 18 ممتاز خلو بس surface تشتغل ونطبق نقفل متصفح اشتغلت ان شاء الله ان يشتغل مرة هذي يفترض انه لازم يشتغل نفتح الفيرفوكس ونقول google يتشتغل google حلوين خلونا احذف الكاش مرة واحدة عشان ما يكون لحاجة في نفسي بس site setting كل شي تمام اي احذف مرة ثانية everything حذف نخلص طيب خلونا نقفل ونفتح مرة ثانية وطور نجرب بس الاجراء الاخير اللي هو الياهو محجوب او لا بسم الله مستعان ايوه معاد يكتب وريبة ايوه dot com بسم الله فتح لا في مشكلة عندي لكن انتو طبقوها عندكم ويفترض اصلا يفترض يقفل عليك خلونا اجرب على الفيزيك اللي عندي على الجهاز نفسه باكتب هنا proxy proxy sitting ويفترض يصير عندي يقفل خلاص ما عاد يفتح معي الهتمد بحط هنا اه احنا اتفقنا الserfer 189 48 save تمام واجرب على جهازي انا وين المتصفح هذا المتصفح وخلونا اجرب اذا اشتغل عندي كويس اوفا اذا ما اشتغل لا لا في مشكلة عندي ما هو قادر يقر proxy بس طريقة صحيحة 100% هذا شرح الاجراء الاخير ما طلب مني في pdf بس انا بحاجة في نفسي اطبق بس اتمنى ان الشرح واضح واستفدت من المادة اللي هي squad proxie واتمنى اني ما طولت عليكم وتابعوني بالقناة ويعطيكم الف عافية